15 ألف مليار سنتيم تم سحبها في آخر أسبوع قبل عيد الأطحى المبارك من مراكز البريد الموزعة على المستوى الوطني أي ما يعادل 30 مليار دينار يومياً وقصد توفير سيولة المالية ضخ بريد الجزائر 70 مليار دينار بهدف الاستجابة لحاجية المواطنين يوم الأحد إلى غاية اليوم تم سحب أكثر من 70 مليار دينار جزائري وهذا من أجل توفير السيولة على مستوى المكاتب البريدية فيه إقبال على المكاتب البريدية من أجل سحب الأموال نحن نسجل يومياً بمعدل 30 مليار دينار جزائري كسحب يومي يتم من طرف زبائم بريد الجزائري وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تخذت مؤسسة بريد الجزائر كشف المسؤول ذاته أن مراكز البريد ستفتح أبوابها يومي الجمعة قبل العيد إلى ساعات متأخرة لتلبية احتياجات زبائنها قمنا بجملة من الإجراءات أهمها خاص أولاً فيما تعلق بالسيولة تم تزويد جميع المكاتب البريدية دون استثناء بالسيولة الكافية أيضاً إجراء استثنائي تم اليوم أن المكاتب البريدية سوف تمدد ساعات العمل عبر كاتب المكاتب البريدية إلى غاية استنفاذ الزبائل الموجودين داخل المكاتب البريدية هذا وقد أكدت مؤسسة بريد الجزائر عن ضخ مبالغ إضافية بشكل غير منقطع بالموزعات الآلية للأوراق النقدية التي تعرف طلباً كبيراً عليها لتقليل الضغط على مكاتب البريد